موسيقى النشرة الرئيسية تاتيكو مباشرة من الجزائر الدولي أهلا بكم مشاهدين المستهل بأبرز العنوين تشيع جثمين أربعة شهداء فلسطينيين في جنين الرئاسة الفلسطينية تواكد خوض معركة كبرى دفاعا عن القدس والفصائل تتوعد الاحتلال بدفع الثمن وروسيا تجدد دعمها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية موسيقى رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية تأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة ودبيبا يشدد على دعم إجراء الانتخابات ورفض الصفقات السياسية موسيقى رئيس قيس سعيد يصدر مرسوما يقضي بحل جميع المجالس البلدية ورئيس إكواس ينفي تهم العنصرية ضد المهاجرين في تونس موسيقى مبالغ مالية ضخمة إقامة فخمة ورحلة مجانية لبرلمانيين أوروبيين بهدف تبييض صورة المخزن تحقيق ألماني يكشف تفاصيل جديدة تدين المملكة في فضيحة ماغوغيت في أوكرانيا تحضيرات من كارثة نووية إثر استهداف محطة زاباروجيا بقصف صاروخية واحتدام المعارك يلقي بظلاله على اتفاق الحبوب موسكو تصف تمديده بالمعقد وواشنطن تطالب بتوسيعه موسيقى أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل في المستهل شيعت شماهير فلسطينية غفيرة في محافظة جنين جثمين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ووحداتهم المستعربة خلال عدوانها على بلدة جبع جنوب جنين كما شيع جثمان أو شيع جثمان والشهيد الطفل وليد سعد داود نصار الذي ارتقى متأثرا بجروح حرجة أصب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها قبل يومين وردد المشاركون في التشييع الهتفات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام مؤكدين استمرار النظال وبأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم سمعت اطلاق نار ضعت على ظهر المنزل كان فيه هول فيه كوة خاصة وكان معهم باز ابيض وكان يطلق النار بشكل كثيف ومتواصل على السيارة اللي كان يفتنيها الشهداء في كافة مناطق استشد أربعة فلسطينيين الخميس شمال ظفة الغربياتية المحتلة بينهم طفل قاصر متأثرا بشروح نصب بها قبل يومين في جنين وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص على سيارة في منطقة الفوار في جبع كان على متنها ثلاثة شبان ما ادى لاستشهادهم على الفورة فيما توعدت المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال لم تكد دماء الشهداء الستة في جنين تجف حتى ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة اخرى لا تقل فضاعة عن سابقاتها قوة الاحتلال اعدمت ثلاثة شبان فلسطينيين بدم بارد بعد اطلاق وابل من الرصاص عليهم داخل سياراتهم في بلدة جبع جنوب جنين خلال اقتحامها المنطقة فيما استشهد الرابع وهو طفل متأثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل يومين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية الخارجية الفلسطينية ادانت جرائم الاحتلال المتصاعدة واعتبرتها محاولة من حكومة الكيان لتصدير جرائمها تحاول حكومة اليمين المتطرف الفاشية في دولة الاحتلال عبر جرائمها المتواصلة كما حدث صباحا هذا اليوم في الجبع واليامون قضاء جنين توجيه ضربة قاضية ومدوية لجهود خفض التوتر ومنع التصعيد تؤكد الوزارة ان حكومة التطرف في تل ابيب تواصل تصدير ازماتها نحو الساحة الفلسطينية عبر مزيد من سفك الدماء الفلسطينية على السمع وبصر المجتمع الدولي من لم يدركه رصاص الاحتلال يطاله الاحتقال كحال الفلسطينيين ممن اعتقلوا في نابلس والخليل وجنين على يد قوة الاحتلال بعد محاصرة منازلهم وتخريب محتوياتهم بالكامل الاقصى المبارك لم يسلم هو الاخر من الاحتداءات عشرات المستوطنين المتطرفين جددوا الخميس انتهاك حرمته ودن سباحاته بحماية قوة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول المصلين للمسجد دماء الشهداء لن تذهب سدى وكل جريمة يرتكبها الاحتلال ستكون ادانة جديدة له وسيحاسب عليها هكذا علقت حركة فتح لامجرة اليوم مؤكدة ان الشعب الفلسطيني سينتزع حقوقه في مقدمتها اقامة دولته المستقلة فيما قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان دماء الشهداء ستكون وقودا لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة هذا وقال ناطقه الرسمي باسم رئاس الفلسطيني نبيل ابوردين الفلسطينيين يخوضون اليوم معركة مصرية كبرى دفاعا عن القدس والقرار الفلسطيني المستقل مواضحا انه لا سبيل لتحقيق التهدئة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال واكد ابوردين ان الانشغال بمعارك ثانوية في ظل العدواني الصهيوني المتواصل على شعب الفلسطيني لن يخدم القضية الفلسطينية مضيفا ان اي حلول خارج قرارات القممية العربية والمجالس الفلسطينية والشرعية الدولية مصيرها الفشل داعيا الفلسطينيين الى الاستفاة في خلف معركة القدس هذا وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف ان بلاده تعمل على تنشيط الجهود لحل القضيات الفلسطينية مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيره الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان بلاده تدعم قرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية في مقالة بن فرحان ان الاوضاع في فلسطين مقلقة للغاية جراء تسعيدي الخطير من جانبي الاحتلال الاسرائيلي نحن نعمل على تنشيط الجهود لحل القضية الفلسطينية ولا يمكن ان يكون هناك استقرار في الشرق الاوسط دون هذا الامر وذلك من خلال تطبيق قرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية من جانبه قال وزير الدفاعي المنكي لويد أوستن ان واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين محذرا من الاعمال التي قد توادي لمزيدا من انعدام الامن واضف أوستن في مؤتمر صحفي مع وزير الحرب الصهيوني ان بلاده تعارض بشدة اي اعمال يمكن ان توادي الى مزيدا من انعدام الامن بما في ذلك التوسع الاستطاني والخطاب التحريضي وكل ما من شأنه ان يعرق لحل دولتين الولايات المتحدة لا تزال تعارض بشدة اي اعمال يمكن ان تؤدي الى مزيد من انعدام الامن بما في ذلك التوسع الاستطاني والخطاب التحريضي ونحن على وجه الخصوص منزعجون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين لذلك سنواصل معارضة الاجراءات التي يمكن ان تدفع بحل الدولتين بعيدا عن متناول اليد هذا وقد اقدم مختجون في الكياني الصهيوني الخميس على غلق طرق رئيسية خلال مشاركتهم في مظاهرات في مظاهرات يوم منهضة الدكتاتورية التي خرج فيها الالاف احتجاجا على مضي حكومة الكياني قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحية القضاء لصالح السلطتين التشرعية والتنفيذية هذا وتزامنت المظاهرات مع وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الى الكيان في اطار زيارة عدل موعدها نتيجة تصعود الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياه اليمينية المتطرفة في شاني الليبي جددت وزيرة الخارجية نجلا المنقوش دعم بلادها للمبادرة الجزائرية لاصلاح جامعتها الدولية العربية ودعت العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزري الى تبني المقاربات الجزائرية الرامية الى اصلاح الهيئة الاقليمية بناء على تصور المطروح في قمة الجزائر التي عقدت نوفمبر الماضي بالكاد يسلم البيت العربي مما يجداح العالم خارجا من ازمات وتحديات اثرت بدرجات متفاوتة على بعض دوله بادرت الجزائر لاصلاحه وترميمه بتصور انطرحته في قمتها نوفمبر الفارد ذات التصور عاد مجددا من الباب الليبي للطرح والنقاش في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تلبية لرفع مستوى استجابة الجامعة لتطلعات الشعوب العربية الجزائر ومنذ زمن اعربت عن استعدادها للتعاون مع باقي الدول العربية والامانة العامة للجامعة بدعوى تطوير الاداء العربي وزيرة الخارجية الليبية حثت على هذا التعاون ودعت اليه الرئاسة المصرية وباقي الدول العربية على سبيل الاستجابة لما جاءت به الجزائر واحث الرئاسة الدورية لجمهورية مصر العربية للعمل سوية مع الاشقاء في الجزائر وكافة الدول الاعضاء المدركة لاهمية افطاء الحيوية واجراء اصلاحات جذرية على بنية العمل العرب المشترك جامعة العرب التي ستحتفي بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيسها يوم الثاني والعشرين مارس الجاري تقف امام رهان تطوير نصوصها التنظيمية واللوائح الخاصة بها في سبيل انتاج سياسة عربية موحدة ازاء القضايا المشتركة كما شددت ليبيا من منبر الهيئة في سياق ذي سنة اعلن رئيس حكومتي الوحدة الوطنية ليبيا عبد الحميد دبيب اليوم دعم تغيير السلمي دون صفقات سياسية واجراء الانتخابات في البلاد مفيدا بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الاكثر جاهزية والتزاما للاستحقق الانتخابي واضفت بيبا في الكلمة الافتتاحية للاجتماعي الوزري الذي عقد بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلوس ان حكومته طالبت الامم المتحدة برفع مستوى التنسيق لاجراء العمارية الانتخابية في ليبيا جددنا التزامنا واستعدادنا للجانب المناطب الحكومة شكلنا فعلا لجنة حكومية لتنفيذ الانتخابات والتنسيق بين المؤسسات المعنية وقدمنا والله الحمد الدعم المطلوب للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مواصل دائما تكرار موقفنا الداعم للتغيير السلمي بدون القبول بالصفقات السياسية أو الكفاف على إرادة الليبي هناك من يريد استحداث مراحل انتقالية جديدة كما يريد تغيير المفوضية العامة والوطنية العليا للانتخابات بزعم أن هذه الضمانة لإجراء الانتخابات حقيقة شيء مضحك استقبل رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول سعيد شنغريح اليوم الخميس رئيس هيئتي الاركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد علي الحداد وفبدأ بيان لوزارة الدفاع الوطنية أن شنغريح كدخل اللقاء على أهمية تبادل وجهاتها النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة والوقوف على مدى التعاون الثنائية وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات وقادة الدرك الوطني ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الجزائرية ومسؤولين عن وزارة الدفاع الليبية فتاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا كمسؤولين في كلا البلدين أن نعمل سوياً لتسوية أزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزي استقرارها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على توفير الأليات السياسية والديبلوماسية والأمنية للانخراط في مساعي سلمية تعود بالفائدة على شعوب المنطقة وتمكنها من التطور والروقي وهذا ما يتماشى مع مبادئ سياسة الخارجية الجزائرية المسايرة للمواثق الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقائمة أساساً على سياسة حسن الجوار والتركيز على التعاول المتعدد للأبعاد لتطوير الشعوب والدعم حقها في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات من جهته عبر الفريق أول رئيس ويأتي الأركان العام للجيش الليبي عن سعادته بزيارة الجزائر مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وهو من عكس على مستوى تعون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد العلاقات الليبية الجزائرية لها جدور عميقة في التاريخ فبتلما كانت ليبيا سند للجزائر وشعبها أثناء مقاومة الاستعبار الفرنسي فإن الجزائر سنداً دائماً إلى ليبيا فقد ارتبط بلدين بعلاقات تاريخية قلما نجدها في أي مكان بالعالم استقبل الأمين العام لوصارته الخارجية الجزائرية عمر بلاني الأربعاء سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبدالقادر الطالب عمر اللقاء شكل فرصة سانحة للجانبين للوقوف على آخر تطورات القضية الصحراوية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأممية المتحدة ستيفان ديمستورا لإحياء المساري السياسي المتوقف بسبب إمعاني المملكة المغربية في رفضها حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره ومناوراتها المفضوحة لعرقلة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تطبيقا لقواعد الشرعية والقانون الدولي كما بحث طرفان عدة مشاريع لتعاون الثنائي في مجالات تكوين الشرطة والحماية المدنية وفي قطعية التربية والثقافة فضلا عن تنسيق مواقف البلدين داخل هيئات وأطر الاتحاد الافريقية في موضوع آخر قال رئيس غينيا بيسا ورئيس دوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أمار سيسوكو إمبالو إن تونس لا يمكن أن تكره الأجانب وأن تكون عنصرية وأضف خلال استقباله الأربعاء بقصر قرطاج من قبل نظره التونسي قيسي سعيد أن تصريحات الأخير بشأن المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أسيئة تأويلها موضحا في حديث مصور نشرته رئاسة تونسية على صفحتها في فيسبوك أنه وبعد محادثاته مع سعيد يمكنه التأكيد أن تونس بلاد ترحب بلا فارقة متعهدا بنقل ذلك إلى نظرائه رؤساء دول الأعضاء في إكواس كما تعلمون الكثير من فارقة دول الساحل يتواجدون في تونس خاصة أولئك الذين قدموا من مناطق غربي إفريقيا حاليا كما تعلمون أنا على رأس الإكواس بعد التأويل الخاطئ لتصريحات الرئيس لا يمكنني أن أصدق أن رئيس تونس بلد بورغيبا أن يكون عنصريا فأنتم أيضا تنتمون إلى إفريقيا أنا إفريقي وأفتخر بذلك التكلم عن لون البشرة لا يعني بالضرورة أن نكون عنصريين من جانبه أكد رئيس تونسي قيس سعيد أن ما لا يمكن قبوله هو تأويل تصريحاته بطريقة لا تخدم صورة تونس بل تضر بها مشيرا بقوله لمن يريد إلحق الضرر بتونس إنكم أخطأتم في العنوان ما لا يمكن قبوله هو أن يتم تأويل تصريحاتنا بغرض إلحق الضرر بتونس وبعض الدول الإفريقية نقول لمن يريد إلحق الضرر بتونس إنكم أخطأتم العنوان هذا هو أصدر الرئيس تونسي قيس سعيد مرسوما يتضمن حل جميع المجالسية البلدية في تونس ونص الفصل أول من المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية تونسية اليوم الخميس على حل جميع المجالسية البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة وتضمن الفصل الثاني منها تكليف المكلف بالكتابة العامة تحت إشراف وال الجهة بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها فيما نص الفصل الثالث من هذا المرسوم على إلغاء جميع الأحكام المخالفة يأتي ذلك في أعقاب أعلن رئيس قيس سعيد في كلمة له بثتها صفحة ورئاستية تونسية على فيسبوك خلال اجتماع مجلسي الوزراء أنه سيحل المجالسة البلدية ويستبدلها بنيابات خاصة سيتم النظر كذلك في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويذها بنيابات خصوصية سنواصل المسيرة تماما ولم نقبله بغير الانتصار بديلا في موضوع آخر كشف تحقيق نشره موقع القناة الألمانية ذو تشيفيلي عن تفاصيل أخرى شديدة في فضيحة مغوغايت تشير إلى تبني النظام المغربي سياساته الاحتجال القائمة على ضخ مبالغ مالية ضخمة لسياسيين وبرلمانيين أوروبيين مقابل تبييض صورته لدى المؤسسات الأوروبية دائرة على النظام المغربي كلما تقدمت التحقيقات ذاك ما بدى جليا في تحقيق نشره موقع القناة الألمانية دو تشيفيلي كشف فضاعة ما سماه المقال عملية الاحتلال السياسي للنظام المغربي ومن شارك فيها وكيف ارتكب بشكل أعمق بكثير مما هو بادل العيان ومن صور ذاك الفساد منح سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عثمون للنائب في البرلمان الأوروبي أنتونيو بانزيري خمسين ألف يورو لتمويل حملته الانتخابية في ميلانو عام 2014 يكشف التسريب لكن سياسة شراء الذمم التي يمارسها القصر الملكي لم تقف عند هذا الحد بل دفع حتى تكاليف الرحلات الفخمة إلى المغرب لكايلي وجيورجي واثنين آخرين من المشرعين في الاتحاد الأوروبي هما أندريا كوزولينو وماريا أرينا بدأ المغرب في دفع أكياس النقود الصعبة عام 2019 عندما وافق هو وجيورجي على أخذ خمسين ألف يورو سنويا مقابل العمل على خلق انطباع إيجابي عن المغرب داخل دوائر صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي كما كشف بانزيري في احترافته وفقا لوتشيفيلي تلقي عضو البرلمان الأوروبي مارك ترابيلا من بلجيكا شخصيا مبلغا أوليا قدره عشرون ألف يورو نقدا مشيرا إلى أنه قبض ما يصل إلى مئة وأربعين ألف يورو على مدى فترة من الزمن سياسة غير نزيهة ظل بانزيري منخرطا فيها بعد ترك منصبه في عام الفين وتسعة عشر تحت عباءة منظمة غير حكومية غير مسجلة وفق التحقيق الألماني سياسة أغرقته في المال حتى لم يعد يعرف ماذا يفعل به فقرر رميه في نفايات مرة وتغيير النظام به مرة أخرى بحلول عام الفين وواحد وعشرين يضيف التحقيق حقائق تكشف مرة أخرى سياسة المخزن القائمة على إغراق من يشبهونه في السياسات بأكياس المال مقابل الإنخراط في لعبة دبلوماسية قدرة تقوم على تبييض سواد أعمال المغرب في المؤسسة الأوروبية بعدما فشل في كسب انتصارات دبلوماسية بممارسة نزيهة لا يعرف أبجدياتها يقول مراقبون قتل أكثر من أربعين شخصاً ليلة الأربعة إلى الخميس في هجوم جديد نسب إلى ما يعرف بالقوات الديمقراطية المتحالفة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب ما أفدت السلطات المحلية وتتالف القوات من متمردين بدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ منتصف تسعنات القرن الماضي كما اتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين أسفر غرق عبارة صغيرة في رحلة بين العاصمة الجابونية لبريفيل وبرجانتيل ليلة الأربعاء إلى الخميس عن مصرع شخصين وفقدان ثمانية وعشرين آخرين حسب ما أعلن عنه مسؤول في سلطات الميناء الخميس وكتبت شركة غيالكوست مغين على صفحتها على فيسبوك الخميس أنه بعد إبحار عبارة نقل المسافرين أبلغ طاقم عن تسرب أو أبلغ طاقم عن تسرب للمياه بين الساعة الثالثة والربحة وأضافت أن هذا التسرب أدى إلى فقدان السيطرة على القارب مشيرتان لأنه تم تنبيه السلطات وخدمات الطوارئ في مكان الحادث وأنه يجري إنقاذ الركاب تم إرجاء انتخابات حكام الولايات والمجالسية النيابية المحلية في نيجيريا المقرر بعد غد السبت أسبوعا كاملا إثر صدور قرار قضائي بشان الألات المستخدمة في فرز الأصوات حسب ما أعلنت عنه سلطات والانتخابية في البلاد وأرجعت المفاوضية قرار تأجيل إلى حكم أصدرته محكمة نيجيرية أمس الأربعاء سمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة أهلات فرز الأصوات التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية الشهر المنصر وكانت محل نزاع حاد بين المعارضة والحزب الحاكم لفتة إلى أن حكم المحكمة صدر في وقت متأخر للغاية لإنجاز إعادة البرمجة في الوقت المناسب وفي فرنسا صوت أعضاء مجلسي الشيوخ بالأغلبية على رفع سنة تقاعد من 62 إلى 64 عاما رغم الرفض الشعبي ما دفع النقبات العملية إلى التعبئة لإسقاط مشروع تعديل نظامي التقاعد وتصعيد الاحتجاجات متجاهلين غليان الشارع ومظاهراته المليونية أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسية يؤيدون الحكومة ويعتمدون قرارها برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما قانون حكومة بورن حصد في الغرفة العليا من الجمعية الوطنية الفرنسية أغلبية 201 صوت مقابل رفض 115 مع إقرار المادة السابعة من المشروع القاضية برفع سن التقاعد تدريجيا بواقع ثلاثة أشهر سنويا من سبتمبر 2023 إلى غاية سنة 2030 بدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن منتشية بعبور قانونها بسلام من مجلس الشيوخ في انتظار الاعتماد النهائي في مجلس النواب في أجل أقصاه الخميس المقبل اعتمد مجلس الشيوخ للتو المادة السابعة من مشروع المعاشات التقاعدية ويسعدني أن المناقشات جعلت من الممكن الوصول إلى هذا التصويت ستستمر مراجعة النص وسوف يجعل من الممكن دراسة المقترحات من جميع المقاعد من أجل إصلاح متوازن وعادل جلسة الأربعاء وإن حقق فيها قانون بورن مكسبا ضرفيا إلا أنه رفع منسوب التصعيد وتلويح النقابات العمالية بشل البلاد بموجة إضرابات واحتجاجات لإسقاط المشروع ما الذي يجب فعله حتى يسمع صوتنا؟ هل يجب أن نقع في العنف؟ بالتأكيد لا أدعو إلى تعبئة يوم السبت وبالقوة الكبيرة هذه الحركة الاجتماعية الداعمة للرأي العام يجب أن نحافظ عليها علينا أن نظهر تصميمنا بطريقة هادئة وسلمية الأسبوع الداخل سيكون حاسما بين حكومة بورن والرافضين لقانونها الذي يعتبره أغلب الفرنسيين تهديداً صريحاً لمكاسبهم الاجتماعية المحققة بنظالات امتدت لعقود أكد رئيس الوزرائي اليوناني كارياكوس ميتسو تاكيس أن حكومته ستقدم تعويضات لأسر ضحي حادث تصدمي القطرين الذي وقع في 28 فيفري في مدينة لاريسا شمال البلاد والبالغي عددهم 57 ضحية وتعهد ميتسو تاكيس خلال انعقاد الاجتماعي الوزرية الخميس بتوضيح الأسباب الحقيقية للحادث مضيفاً أن الحكومة سوف تتحرك لضمان استئناف حركة سير القطرات في أقرب وقت ممكن يقع اللوم علينا جميعاً ويجب أن نعترف بذلك بشجاعة من الحكومات والإدارات التي حولت لسنوات مشروعاً حاسماً إلى مهمة عبثية إلى النقابات التي منعت أي تقييم لموظفي القطار سيتم توزيع المسئولية من قبل العدالة بسرعة وإلى أقصى حد ممكن أبدأ بتقديم إطار عمل مداخلاتنا مع إعطاء الأولوية لدعم أقارب الضحايا سواء من الناحية الاقتصادية أو الإخلاقية أو النفسية شنت القوات الروسية الخميس ضربة مكثفة على منشأة الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا شملت خصوصاً منطقة خاركيف شرقاً وأوديسا جنوباً كما دوت انفجارات في العاصمة كييف وأعلنت وزارة وطاقة الأوكرانية خروج آخر خط يغذي محطة زبروجيا النووية محذرة من وقوع كارثة نووية المشهد القاتم في ساحة المعركة بالأراضي الأوكرانية مرشح بأن يزداد قتامة فالجيش الروسي في جديد مخططاته استهدف تعطيل المزيد من المنشآت الطاقوية في مختلف أنحاء أوكرانيا ما تسبب في قطع الكهرباء عن محطة زبروجيا النووية قبل أن يعيد مهندس المحطة إمدادها بالطاقة نؤكد أن قصفا روسيا استهدف مشاءات للطاقة في سبع مناطق على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الخميس الخط الأخير الذي يغذي محطة زبروجيا تدرر جراء القصف الروسي روسيا تضع العالم على حافة كارثة نووية وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن الهجمات كانت ردا على تلك التي طالت منطقة بريانسكا الروسية مطلع هذا الشهر معتبرة الأمر ضربة انتقامية واسعة النطاق ردا على الهجوم الإرهابي في الثاني من مارس من هذا العام في مقاطعة بريانسكا شنت القوات الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق حيث تم استخدام الأسلحة الجوية والبحرية والبرية عالية الدقة والمدهى بما في ذلك نظام صواريخ كينجال وتم تحقيق جميع الأهداف المحددة في هذه الضربة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسو حذرت من مخاطر وقوع حوادث نووية في محطة زاباروشيا تحذير جاء ليؤكد المخاوف التي أطلقها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي في ظل تكرار انقطاع الكهرباء عن المحطة تم ولأول مرة منذ نوفمبر عام 2022 قطع الكهرباء بالكامل عن محطة زاباروشيا في كل مرة نلعب فيها بالنارة الجميع مطالب بالالتزام بحماية سلامة الموقع عبر إنشاء منطقة خاصة التصعيد الميداني الروسي استهدف أيضا مدينة لاظيف غرب أوكرانيا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص حسب سلطات المدينة أما شرقا فقد تعرضت خاركيف لقصف بخمسة عشر سلوخا فيما دوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف بعد تعرض تخومها لقصف روسي مكثف قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الخميس إن المملكة تسعى لتطوير العلاقات مع روسيا نحو أفاق أرحب بن فرحان وخلال مؤتمر صحفي مع نظره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة روسية موسكو قال إن العلاقات مع روسيا شهدت تطورات كبيرة خلال الأعوام الماضية مؤكدا التنسيق الوثيق بين المملكة وروسيا بشأن أسواق الطاقة من جهته كشف لافروف عن استمرار البلدين في تنفيذ الالتزامات في إطار أوبيك بلاس أركضنا الاستعداد المتبادل لمزيد من التنسيق في إطار أوبيك بلاس جميع البلدان المشاركة في هذا التنسيق تنفذ باستمرار التزاماتها التي تهدف إلى ضمان التوازن والاستقرار في سوق الطاقة العالمية هذا وقال وزيره الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن عملية تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود معقدة في ذل عدم التزام الغرب ببنود الاتفاق فيما ترى واشنطن أن تمديده يبقى الحل الوحيد لتجنب أزمة غذاء عالمية من جهة واستقرار أسعارها من جهة أخرى أيام قليلة قبيل انتهاء أجال سرايان اتفاقية إسطنبول للحبوب تتولى التصريحة من جميع الأطراف المعنية بالاتفاق وتتزايد معها المخاوف من عدم تمديده وهو الذي جنب العالم الدخول في أزمة غذاء وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف أكد أن عملية تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود معقدة للغاية إذا كنا نتحدث عن الصفقة فهذه صفقة شاملة يمكنك فقط تجديد ما يتم تنفيذه بالفعل وإذا تم تنفيذ نصف الحزمة فقط فإن قضايا التجديد تصبح معقدة للغاية من حيث الشكل تصريحة لافروف تأتي ساعات بعد تلك التي شدد فيها الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوصول إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا لخفض الأسعار وعدم الدخول في أزمة غذاء عالمية أريد أن أؤكد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود في الثامن عشر مارس والعمل على تهيئة الظروف لتدسيد أكبر استخدام ممكن للبنية التحتية للنقل في البحر الأسود بما يتماشى مع داف المبادرة الدعوة الأممية لتمديد اتفاق اسطنبول للحبوب أيدتها واشنطن فهي برأيها السبيل الوحيد لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي وضمان استقرار أسعار الأغذية تؤيد الولايات المتحدة بقوة جهود الأمين العام جوتيريش بالشركة مع تركيا لجلب الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية ونكرر دعوة الأمين العام من كييف لتمديد المبادرة وتوسيعها قبل الثامن عشر مارس ونتفق على أن المبادرة ينبغي أن تتيح أكبر استخدام ممكن للبنية التحتية لتصدير عبر البحر الأسود لكن ذلك سيظل رحن موقف روسيا التي تتهم الغرب بعرقلة وصول أسمدتها إلى الأسواق العالمية وهو أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية ورعاية أممية هذا وأعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية مريا زخروف الخميس أن مندبين روسا يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جناف الاثنين القادم بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها وقالت زخروفال الصحفيين أن الجولة المقبلة من المشاورات مقررة في الثالث عشر من الشهر الجاري في جناف مشيرة إلى مشاركة الوفد الروسي المؤلف من مماثل عدد من الوزرات في موضوع آخر قال وزير الخارجية التركية مولوتشاو شوغلو أن روح التضامن التي ظهرت بين تركيا والاتحاد الأوروبي عقب زلزالي الأخير ستنعكس في المرحلة القادمة على علاقات الجانبين بكافة أبعادها مؤكدا مواصلة التعاون مع أوروبا خلال مرحلة إعادة أعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأكبر الذي ضرب أوروبا خلال مئة عام وشاروغلو في كلمة له اليوم الخميس خلال مأدوبة غداء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت ورؤساء بعثة دول الاتحاد الأوروبي إلى أن الأجندة الرئيسية لاجتماعهم اليوم هي الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد قبل قرابة شهر قال وزير ودفعي الأمريكي لويد أوستون أن واشنطن قلقة من التقدم النووي الذي تحرزه إيران مشددا أن الإدارة الأمريكية بقيادة رئيس جو بايدن لن تسمح لطهران بامتلك سلاح نووي أوستون جدد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الحرب الصهيونية مخاوف بلاده العميقة مما أسماه تنمي الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا مؤكدا أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لوقف تقدم النووي المتسارع لإيران على حد تعبيره نحن لا نزال نشعر بقلق عميق زاء تقدم إيران النووي وانتشار طائرتها بدون طيار وأسلحتها التقليدية المتقدمة كما نشعر بقلق بشكل خاص من شراكة إيران الاستراتيجية المتنامية مع روسيا الآن ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ولكن كما أوضح رئيس بايدن مرارا وتكرارا لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بامتلاك سلاح نووي حذت الصين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تخلي عما أسمته ذهنية الحرب الباردة على خلفية تعاونها في مجال الغواصات النووية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مونينج إن التعاون بين الدول الثلاث يشكل انتشارا نوويا خطيرا ويواثر على النظام ويقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهاتفة فيما يتعلق بتعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصة النووية فقد أعلنت الصين مرارا وتكرارا موقفها الرسمي نعتقد أن التعاون بين دول الثلاث يشكل خطر انتشار نووي خطير ويؤثر على النظام ويحفز صباق تسلح ويقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهاتفة محل شك ومعارضة على نطاق واسع من قبل دول المنطقة والمجتمع الدولي إننا نحوث الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على تخلي عن ذهنية الحرب الباردة البائدة والوفاء بإخلاص بالتزاماتها الدولية وبذل المزيد للإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين إلى هنا ننصي المشاهدين إلى ختم النشر الرئيسي نشكركم على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة